موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنونت مصارع سابق رئيساً لمنغوليا فاز نجم الفنون القتالية السابق ورجل الأعمال خلتم باتولغا بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية باتولغا الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض فاز بنسبة 50.6% من الأصوات بضل نسبة إقبال بلغت 60.9% ما يعني تحقيقه الغالبية المطلوبة وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت الصين تبني أطول نفق تحت البحر في العالم في مشروع هو الأول من نوعه في العالم أنجزت الصين مشروعاً ضخماً لا مثيل له من خلال بناء أعمق وأطول نفق لسيارات تحت الماء وذكرت الصحف الصينية أن المشروع الضخم هو مشروع مشترك بين العديد من المدن الصينية التي ستستفيد من خدمات الجسر من خلال ربط عدة جزر صينية بشبكة طرقات ستكون جاهزة في النفق صحيفة القبس الكويتية عنونت بقايا قرش من العصر الديفوني عثر على بقايا متحجرة لسمكة قرش تعود إلى 400 مليون سنة البقايا المكتشفة التي تعود إلى العصر الديفوني هي عبارة عن عظمتي فك أسفل وزعنفة ويعرف العصر الديفوني بأنه عصر الأسماك استجل فيه ظهور أولى الفقاريات أي الأسماك التي انبثقت عنها مجموعات أخرى مثل البرمائيات والزواحف صحيفة البيان الإماراتية عنونت اليوم تونس تمنح عطلة مجانية لسائحتين تعرضتا للطعن منحت السلطات التونسية عطلة مجانية لسائحتين ألمانيتين تعرضتا لهجوم بسكين وذلك في حفل خصص لتكريمهما في ولاية نابل كما شملت المناسبة تكريم الأطباء الذين أشرفوا على علاج الضحيتين وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت غادر منزله مجبرا بسبب 300 ببغاء ترك أحد المتقاعدين الأستراليين منزله مجبرا بعدما اشتك الجيران من أن طيوره الببغوات الذين يزيد عددهم عن 300 ببغاء يسببون الإزعاج بسبب صوتهم الصاخب وأعرب الرجل عن غضبه بعد أن خيارته الشرطة ما بين الرحيل عن مسكنه أو التخلص من طيوره